أنا أعرف البواطن والظواهر أعرف المزاج السياسي لمحمد الشاء وحكومته لو أنا لهم تحقيق مصلحة من خروج القوات الأمريكية يطلعوها اليوم قبل باشر لكن هم اليوم يحاولون بكل مجهوداتهم أنه الوصول بهذه العملية السياسية للضفة الآمنة ومحاولة إعادة إنتاج حكومات برعاية إطارية حكومة إطارية ثانية وحكومة إطارية ثالثة والتجذر في هذا الواقع اليوم التجذير بحيث يصبح من المسلمات أن تكون هناك حكومة في 2024 و2025 حكومة إطارية كذلك يا أخي من الذي يقول هذا شوف يا أخي أبو ميثاق المساري أرجو الانتباه يعني أولا أنت ركزت على الحاكمية الشيعية هذا المصطلح بحد ذاته أنت سوف تحمل الشيعة كل المظالم التي مر بها البلاد من فساد وسرقات وقتل واعتقالات ومغيبين وكل الأشياء القصة الثانية أنت أيضا في أكثر من لقاء تحاول أن تسوق أنتم آتيتم لتبقون بمعنى ماكو داعي للمشروع الديمقراطي راد الله ما راد الله إحنا ظالين أنت ماذا تريد من هذه الرسائل لا لا مراد الله مراد الله إحنا مروزخون يا أستاذ نجل واللغة التي مروزخون يا إحنا نحن لصناديق لصناديق الاختراع إذا ندع صناديق الاختراع عندما تأتي عندما تأتي نتكلم مابادها أما هذه الطريقة أنت تستفز الناس بهذا الشكل هذه حكومة إطارية نمسك بالتلعبية نحن تجذرنا نحن سنبقى يا أخي أبقوا من خلال صناديق الاختراع وسنرفعكم على رؤوسنا أما أن تبشرون قبل الانتخابات بثلاث سنوات بأنكم باقين أنا أريد أفهم هذه الرسالة لم أعد أفهمها يمكن الصوت عد السيد أبو صوت ما أسمع يمكن فصل يعني دكتور يحي القباسي رغم أنني قد شكلته اعتراضا على ما كان قاله السيد أبو ميثاق المساري لكن هذا الرجل كان جريئا وصريحا ومن أهل الله حتها مثل معي هي هذه الحقيقة التي يقول بها مساري هي أبو ميثاق هي هذا الموجود هو هذا السائد هو هذا الذي يحكم هو هذا المنطق تماما وهذا ما أكتبه منذ سنوات يعني بالعكس أنا أحيي الضيف العزيز على هذه الصراحة يعني هذا اعتراف حقيقي بأن الفاعل السياسي الشيعي يحتكر القرار السياسي في العراق تحت مسمى الحاكمية الشيعية لكن فقط يعني قبل أن أدخل في هذا الإجابة يعني فقط تصحيح يعني هنا عندما نتحدث عن الديمقراطية لا أحد يتحدث عن الأغلبية الفئوية أو الدينية أو الاجتماعية عندما تتحدث عن الديمقراطية فأنت تتحدث هنا عن الأغلبيات السياسية والأقليات السياسية وليست الأغلبيات الديمغرافية والأقليات الديمغرافية وبالتالي أن تتنسف فكرة الديمقراطية عندما تتربطها بالحاكمية الشيحية يعني لاحظ الاشكال هنا أنا أفهم لكن فيما يتعلق بالإجابة لا بالعكس أنا أعتقد أن ما يقوله هو الوقاع التي تجري على الأرض هناك إيمان كبير من قوى الإطار بمفهوم الحاكمية الشيحية وهم يعتقدون أنهم مخولون شرعيا يعني لاحظ مخولون شرعيا وليس سياسيا باحتكار القرار السياسي في العراق لهذا فكرة التجذر وفكرة العودة مرة أخرى مرتبطة بهذه المقدمة يعني مع العلم أن الوقاع تنقض هذا يعني الوقاع تقول أن قوى الإطار كانت أقلية في مجلس النواب لو لا انسحاب التيار الصدري وتجارب السابقة يعني طوال السنوات الماضية كانت تقول شيئا آخر الأمر الثاني المهم نعم أنه ليست كل قوى الإطار يعني على قلب رجل واحد لا فكريا ولا عقائديا ولا تنظيميا وبالتالي يعني إذا ما وجدت اليوم السيد حيدر العبادي جزءا من الإطار لنتذكر أنه في العام الفين واثمونطعش كان ضد الإطار وإذا ما كان السيد عمار الحكيم اليوم مع الإطار فهو في العام الفين واثمونطعش كان ضد الإطار وبالتالي تحولات السياسية هي التي تصنع المواقف الحجم الانتخابي يعني حجم ما يحصل عليه كل واحدة من هذه القوة هو الذي يحدد توجهاتها بمعنى لو أن السيد عمار الحكيم قد حصل ما كان سيحصل عليه طوال وهذا طبيعا يحصل بالعمل السياسي دكتور مقعد 25 مقعد طبيعا يحصل مثل هذا طبيعا تحصل هذه التحولات بناء على مواقف هذه معروفة بالسياسة بل ليس مواقف فقط لا لا بناء على الأحجام أيضا يعني عندما تحصل على 20 مقعد أنت تستطيع أن تفرض رؤيتك ليس إذا كان لديك ثلاث مقعد و هذا ما حصل على السيد المال جاء إليك ببعض المقعد فبالتالي أصبحت مفررا لكي تكون تابعا للقوى المهيمة على الإطار هذا هو الإشكال الرئيسي